اكد دكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا اكد على ما تليه الحكومة الموقرة من اهتمام ومتابعة حتيثة من اجل حفظ سلامة وامن المواطنين والمقيمين من جائحة كورونا معربا عن بالغ تمنياته بان تتمكن مملكة البحرين من الوصول الى المرحلة مرحلة التعافي من جائحة كورونا في اقرب فرصة معربا عن فخره بان المملكة استطاعت تقديم نموذج رائد في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذها لخطوات استباقية واجراءات احترازية حققت نجاح طوال الفترة الماضية من التعامل مع الجائحة واشار المانع الى انه يجب على المجتمع البحريني استثمار فرصة حلول شهر رمضان بتغيير انماط السلوكيات الاجتماعية بما يسهم في الحد من انتشار الفيروس وشدد وكيل الصحة على ضرورة الالتزام التام بالقرارات الصادرة مؤخرا المتعلقة بشكل خاص بالشهر الكريم بما يسهم في الحد من انتشار الفيروس ويحفظ صحة وسلامة الجميع وحتى المانع الجميع على مواصلة الجهود خلال شهر رمضان للحد من انتشار الفيروس كورونا والاستمرار في تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتكثيفها بما يسهم في حفظ صحة وسلامة الجميع داعيا الى ضرورة عدم التهون في اخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا واختنام الفرصة الثمينة التي اتيحت للجميع على هذه الارض الطيبة من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتوجيهاته السامية لتوفير التطعيمات والرعاية الصحية المجانية لجميع المواطنين والمقيمين بما يمكن البحرين من تخط الجائحة اشتركوا في القناة